وقعة عايز اقولها على الهوى عشان برضو تبقى تحزير للسادة المشاهدين افضل افضل عشان تخلي بالكم شاب بسيء عربيته وفي التجمع فركن في جنب علشان بيشوف خريطة بيشوف جي بي اس هيروح ازاي وهو ركن في جنب فوجئ بالبابين بيتفتحهم واتنين هوب والمطاوي والمطوف دهر واطلع على طول انا برضو بقولها عشان تخلي بالكم وتتقفل اللواب كويس وتنبهوا على ولادكم اطلع اطلع فين وما تتكلمش حاضر مشي الولد سريع التصرف رح جاي اللافف وموقف العرباء بالعرض ورح ناطق جريم دول مش محترفين سرقة مين دول عايزين ايه عايزين الموبايل اللي معاه والعربي لا اكتر ولا اقل هيعملوا بها ايه اهليهم محترمين اهليهم كويسين اهليهم ما شاء الله عليهم طب هم مالعايزين ايه ده وضع اقتصادي لا مش وضع اقتصادي عدم ايمان وضع اخلاقي اللي الله سبحانه وتعالى عندما وصف حبيبه قاله وانك لعلى خلق عظيم يعني انا متفق الازمة عندنا هي دي بس انا مجال برضو انا شايفة ان الكلام يعني كلام حيك سليمي ده انا مش بانك لا لا وضع اقتصادي انا ببانكرش يا جماعة لا افهموني تؤثر الوضع الاقتصادي له تأثيره انا هقول لحضرتك على حاجة هقول لك ادلة اتفضل وانا فيه اصيوت وانا مدير امن اصيوت حبي تعرف الارهاب ده ليه طلع ان فيه عناصر بتاخد فلوس من الجامعات الاسلامية بس لكن ما عندهمش فكرة عن عقيدة ولا حاجة وظيفة لان اصيوت ما فيهاش مصانع عشان تلم من الناس دي مين قال ان الوضع الاقتصادي انا لا انكر بس بقول مش هو والوحده ايوه حاجة اخد برحاتك احنا عندنا سوابت ايه هي السوابت دي هي المجرعة الخلفية الاخلاقية والدينية المجتمع الحال بالكويس بتاعها وبالوحش احنا النهاردة عندنا مجتمع عنده خلفية دينية خلفية اخلاقية سواء كافية مرتفعة او مرحلة امره ما هي اسراء ولا هيرتكب جريم لا اختلف موحدك المجتمع اللي احنا في دلوقتي زي اي مجتمع منذ الازل فيه اللي ما بيسرقش وفيه اللي يعرف ربنا وفيه اللي شيطان غواء ودي حكمة الحياة لا معلش هو ده حكمة الكون لا لا معلش لا معلش لا معلش لا انا انا هقول لحضرتك على حاجة هقول لك على حاجة انا كرجل امن بقى ايو وايدي امار كان بيجيلك من ايض حرامية بس من اجيلك والله اجيلك لانتو مش ده السجوم مليانة يا ماشا وحيات ربنا جيلك انا بقى هقول لك اللي انا شفته في تجارب ايه اتفضل ايه معلش فيه مضطر وبيرتكب جريمة وهو اصلا مجرم بالصور ده ايه ما انا بقول لك ده بتبقى ايه بقى ده بيبقى محتاج عملية لأمه لبنته عاوز فلوس يا جماعة لا خلاص هنا بيرتكب الجريمة لكن علشان هو عنده ظروف اقتصادية عنده ظروف ما خليني بس اجو فيه شريحة قد كده بقى يا دكتورة امني مش كتير حياتك الشريحة حياتك الشريحة لقد كده دي احنا دورنا النهاردة كإعلام وكحضر وكخبراء نحن نسلط عليها الضوء عشان الشريحة دي ما تبقاش عدوى وتنتقل اه انا لو عندي لو عندي ايمان كويس لو عندي ايمان كويس مش هسنا اتمام احنا دلوقتي عندنا ناس يا فندم ما عندهمش ايمان كويس بقى خلاص بقى احنا دلوقتي عايزين لايوج مهاب الزرق ايوه احنا احنا عايزين ما يا فندم شيبا انا عايزين احلها عايزين احلها حياتك مختلف معايا ان احنا مجتمعنا المصر